بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة ثم أما بعد نستكمل بمشيط الله الكلام في قصة الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنهم وكنا قد توقفنا عند صورة من صور بذله وإنفاقه رضي الله عنهم وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف لينفق نفقة واحدة بتتضاعف له هذه النفقة حتى تصل إلى سبعمائة ضعف وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا يعني يأمر بلال رضي الله عنه أن ينفق ولا يخاف أن لا يخلف عليه ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يرزقه ابتداءا هو الذي سوف يرزقه مرة أخرى أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا يعني دعوة للناس أنها تنفق تخفش أن الذي رزقك أول مرة يستطيع أن يرزقك مرة أخرى وغيرها إلى ما شاء الله ثم قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أنفق يا ابن آدم أنفق عليك الله عز وجل يأمرك أن تنفق وأنت إذا أنفقت ما الذي ينفق عليك الله سبحانه وتعالى لا شك أن أنت نفق بتاعتك ضعيفة جدا لكن نفقة الله عز وجل عليك بتكون نفقة أقوى وأكثر وأعظم بكثير وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وهذا كل يوم مش في رمضان بس الناس فكرة أن ده في رمضان ملايكة بتنزل تقول الله ما أعطي منفقا خلفا والآخر يقول الله ما أعطي ممسكا تلفا لا ده مش في رمضان ده كل يوم من أيام العام لأن الله سبحانه وتعالى مقسم هذه الأرزاق فكل يوم أنت بتنفق فكلما أنفقت أخلف الله عز وجل عليك وانت فعلا لو تنفق بإخلاص وصدقه وتجرد الله عز وجل ويقين بأن الله عز وجل سوف ينفق عليك ويخلف عليك ستجد ذلك في حياتك تبص نفسك مثلا طلعت عشر جيني كلا ولا حاجة وعملتها لله فعلا بس هي لله دي صعبة قوي أنك أنت عشان تطلعها لله دي صعبة قوي يعني تفضل تجيبها يمين تجيبها شمال عشان تطلع لله خالصة صعبة بس لو طلعت تبص تلاقي بقى الفضل أن رجعي لك مية رجعي لك ألف ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في هذه النفقة يعني بركة عظيمة جدا لا تحصيها أنت ليه لأن النبي عليه الصحام يقول وكذلك الله عزيزي يقول والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني شواف على السبعمية بس لا دي ممكن سبعمية وسبعة تلاف وسبعين ألف وسبعمائة ألف وسبعة مليون وسبعة مليار وممكن العملية تبقى لأن ربنا سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض فما فيش حاجة صعبة على ربنا تبارك وتعالى المؤمن دي كانت صورة من صور حس النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق لكن لما تشوفوا عثمان بن عفان رضي الله عنه نرى النموذج متجسد في الإنفاق يعني مش مجرد الكلام بس لا ده وحبة بينفق بينفق بشكله ألية عجيبة قد لا نستطيع أن نصل إلى مثلها فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد وعزم أن يغزو غزوة تابوك يقول ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عزم على غزوة تابوك كانت حاجاته إلى المال لا تقل عن حاجاته إلى الرجال عزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو غزوة تابوك غزوة تابوك ديت هيحارب الروم في بلادهم شوار طويل عايز عدة عايز عتاد عايز مال عايز رجال فكان الموضوع صعب جدا ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عزم أن يغزو غزوة تابوك فكانت حاجاته للمال لا تقل عن حاجاته إلى الرجال طيب السطر ده ممكن نستفيد فيه حاجة أو نعلق عليه في حاجة كانت حاجاته إلى المال لا تقل عن حاجاته إلى الرجال هذا السطر ممكن نعلق عليه بحاجة عايزين نسمع تعليقاتك وتفضل إن كان فيه قحة شريط جدا كان فيه قحة شريط كان فيه عوذ محتاجين مش لقين ماشي إيه تاني ها كثرة الأعداد كثرة النفقات المطلوبة أنها تخرج في نفس الوقت قلة شديدة جدا في الموارد هو عازم إنه هو يغزر فضل محتاج إيه مال يعني الرسول عليه السلام كان محتاج مش أي مال لا ده محتاج مال ضخم جدا عشان يجهز جيش كبير جدا عشان يغزروا إنه هي مشوار طويل وعدد جنود هائل عند المشركين عند الروم ده هيقابلوا بعدد قد إيه هيقابلوا بسلاح قد إيه هيقابلوا بمقونة أكل وشرب قد إيه يا ما دول أصلهم عشان يوصلوا غاية التابوك حاجة مثلا تدخل لها مثلا فيه ألف كيلو ولا حاجة أو أكثر من ذلك طيب كام يوم أكل وشرب منين مش دي كلها مقونة أكل وشرب لبناء دمين وأكل وشرب للدواب منين فالكلام ده كله بفلوس وممكن تكون المية وقتها كانت بفلوس يعني المية بفلوس يعني واحد عنده بئر مية مش عامله سبيل يعني مش عامله سبيل هو حطه في الطريق آه لكي العازي يشرب بيدفع طيب هنشرب البناء دمين منين وهنشرب الدواب منين فاتفك التكاليف عالية عالية جدا هنجي فلوس منين ماشي اي تاني فضل المال أحد أسباب القوة أو تحصيل القوة اللي بقول عزيزي الله أيوان هو عصب الحركة عصب الحركة حكتين المال والرجال المال والرجال الرجال يعني الأيدي العاملة المدربة أيدي عاملة مدربة ناس فهم الشغل وفي نفس الوقت عندهم فلوس يقدروا ينتجهم ولا مدرورش ينتجهم يقدروا ينتجهم لكن ما عندهمش الامكانيات ديت ما عنديش أيدي عاملة مدربة في فلوس لكن ما فيش أيدي عاملة مدربة هتعمل الفلوس من غير أيدي عاملة مدربة مش تهم حاجة ما فيه دول زي دول الخليج عندها فلوس ما شاء الله لا قوة الله بالله ملطراتة زي أنا بيقول مش كده بيعملوا بيها ايه في مجال بناء الأجيال ولا حاجة ليه ما فيش رجال تحمل الفكرة وتحمل الهم وتتحرك وتحرك هذه الأموال فالأموال وحدها لا تصنع شيء ولكن الأموال والرجال الاتنين دول هم عصب الحركة وعصب العملية الدعوية وعصب العملية التربوية الرجال والأموال ولذلك أعدائك لما بيجم يحربوك يحاولون أنه يحصرك ماديا يخليش معاك موارد ضم اقتصادك ما عندكش موارد يبقى أنت عندك رجال لكن ما عندكش موارد فالرجال مش عافية تعمل حاجة عايزة تنتج لكن ما فيش مادة تنتج بيها فتبقى كأنها معطلة تفضل ما هو طبعا هو لما المال والرجال دول لو حصل أي خلل فيهم ممكن يتلاعب بقى ويدمر فكريا ويدخل أفكار مضادة ليه لأن عدوك بالأموال بيشتري الإعلام اللي ممكن يدمر العقول ويدخل الأفكار الخاربة بالأموال مش كده فهو عنده أموال يحرك بها الرجال سلاح من الأسلحة التي يحارب بها الناس الأفكار والقيم والمبادئ والمعين بيصخر فلوس المعاه أنه يحارب بها دين ربنا تبارك وتعالى فمنقوله هنا أن كان حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام للمال لا تقل عن حاجاته للرجال فالعصب الحركة هما المال والرجال ولو نقص المال ونقص الرجال لا شك هيحصل نعمة للخلال طيب لو نقص المال والرجال موجودين هل هنتوقف هنتوقف لا مش هنتوقف هي دي بقى ميزة العمل الإسلامي ميزة العمل الإسلامي إنك لن تتوقف يعني إحنا واخدين العمل والاستمرار اختيار استراتيجي عارفين يعني يعني لا بديل عنه تواجدت الأموال ما تدوجدتش الأموال أنت ستعمل في حدود المتاح وحدود الممكن لكن تفكر إنك تقف لا دي مش وردة دي مش وردة لإليه إنك إخترت في طريقة عملك وحياتك إن العمل والاستمرار اختيار استراتيجي ولذلك عندنا نحن المسلمين حتى وإن قل المال سوف يستمر العمل إزاي يستمر العمل بجودي الزاتية يعني هو الصحابة رضي الله عنه في بداية حياتهم كان عندهم إيه من وسائل الترفيه والجذب والليه عشان يجيبوا الناس به مش حاجة خالص ده كان أحدهم يموت ولا يجدون ما يسترونه به منش لقين حاجة يضطوها به يعني شوفت دي فقرش دي جدا ومع ذلك العمل والحركة مستمرة لا تتوقف أبدا فالمهم إن كانت حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام للمال لا تقل عن حاجته للرجال أحيانا ممكن نستغنى أو ممكن نتحمل ضعف المال أحيانا لكن في بعض الأحيان إحنا محتاجين مال كتير جدا زي ما إحنا محتاجين رجال كتير جدا لأن المال هيحرك الرجال بالذات لما يكون فيه مسافة سفر طويلة لما يكون فيه حرب مدة طويلة لما يكون فيه حرب وسيستهلك أموال وسيستهلك ذخائر وسيستهلك مؤونة طعام وشراب فمحتاجين المال هو لا يحرك هذه العملية كلها فجيش الروم كبير العدد وافر العدد وهو يقاتل على أرضه ثلاث مميزات بالنسبة له جيش الروم عدوك أعمل إيه فيه ثلاث مميزات عنده أول ميزة إنه هو كثير العدد تاني ميزة وافر العدد عنده أسلحة متطورة زي ما قلتك أسلحة تكنولوجية بقى التكنولوجية لها أدهم يعني على أد التكنولوجية بتاع الزمان على أد التكنولوجية بتاع الزمان فعنده عدد وغير كده بقى أولا أكتر بكده زي ما قولك بيلعب على أرضه يعني ده المشجعين موجودين و إزاي ده هو بيلعب على أرضه يعني أنت جايلي عندي أنا عارف مداخلها ومخارجها وعمل لك كماء وحياة كتير فاهمني فأنت لما تكون جايله أنت بالنسبة له ست سمين هيحطك في مصيادة هو عارف يدخلك إزاي المصيادة دي عارف مداخل بلاده ومخارجها وغير كده ما فيش مشقة بالنسبة له يعني هو يوم هيتعب هو بلده سمينة الحرب هترجع ولا قاعد فيها هترجع فهو بالنسبة له دي ميزة من ميزات من أسباب النصر المادية بالنسبة له أنه هو يكون عدده كتير عدده كتير عدده أسلحته كتير يعني الجنود كتير والأسلحة كتير مش نقصوا حاجة يعني وكمان بيحارب على أرضه ده كده مستريح يعني الأكل والشرب موجودين ومش موجودين موجودين أما المسلمون فكانت رحلتهم طويلة صفر شاق وكمان ما تنساش أن الصفر كان في الحر يعني ما كناش في خريف أو في ربيع أو في شتا لا ده في الحر تخيل بقى أنه هنمشي المشوار الطويل ده كله في الحر هي بشكله ايه فكانت الرحلة طويلة ومأوناتهم قليلة ورواحلهم أقل رواحلهم أقل الرواحل اللي يبقى أحملوا عليها الأكل والشرب والبناء أدمين الجمال الرواحل قليلة يعني مشوار طويل العدد قليل الرواحل كمان اللي احنا بنسافر عليها قليلة طب أنا رواحل قليلة لو أنا عايز أصفر ناس كتيرة والرواحل قليلة أصفرهم ازاي يعني تخيل مثلا أن أنت عايز تصفر مليون واحد عشان مثلا يروحوا القاهرة وهو قطر واحد بياخد ألف واحد مثلا يبقى أنت هتفضل منزل وقف على المحط مستنية بقى لما القطر يروح تبوك ويرجع فين بقى لما يروح تبوك ويرجع ما فيش قطبان ومش عارف ايه شوف هيمشي ازاي القطر يبقى بدني هتوقف فما فيش رواحل قليلة هيشيري الناس ازاي حتى لو عنده ناس الناس يشيرها ازاي لو عنده أسلحة وطعام هيحملهم على ايه وهيحمل على الدواب الأكل والشرب والسلاح والبنى أدمين اللي هيروحوا يقتلهم والبنى أدمين يروحوا يتعابهم يروحوا مرهقين من الصفر الطويل فطبعا دي أسباب مادية للخسائر للهزيمة أسباب مادية هيروحهم عبما يروحوا يكونوا أرهقهم هما والدواب هيكونوا أرهقهم فلا شك دهوت من أسباب الهزيمة بالنسبة لهم ولكن زي ما قلنا ان الاتجاه اتجاه التفكير في كيفية الاستمرار في كيفية الانتصار في كيفية الوصول مش في ازاي نرجع او ازاي نقف النبي عليه الصلاة والسلام هو من اتخذ قرار الحرب يعني مش هما اللي جايين لا ده الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قرر انه يغزوا ومع ذلك ما عندوش الطاقة البشرية ولا الطاقة المادية لكنه خد قرار ان يحارب خد قرار ان يحارب فالاتجاه والتفكير في ان احنا ازاي نستمر مش ازاي نوقف ازاي نعمل ازاي نحقق النصر حتى لو كانت امكانياتنا ضعيفة وتلاحظ ان دايما دايما نقص الرواحل دايما نقص الرواحل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس كائبي اللي بيئة لا تكاد تجد فيها راحل يعني كل مئة جمل يمكن تلاقي يمكن خد بالك لا تكاد تجد فيها راحل يمكن تلاقي جمل يتحمل الصفر والمشقة والعناء لمش كل جمل راحل مش كل جمل راحل الراحل التي تتحمل الصفر مسافات طويلة وتتحمل ان تحمل اعباء ثقيلة وتتحرك بها دي رواحل طيب فين الرواحل دي فالرواحل قليلة ومع ان الرواحل قليلة لكنها ذات كفاءة عالية تستطيع ان ترزل وهنا دي ميزة ان ممكن الرواحل بتاعتك تكون قليلة لكن كفاءتها ايه كفاءتها عالية جدا تقدر تصنع المستحيل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فكر في اتخاذ قرار الحرب ان الرواحل قادرة على ان تفعل شيء رغم قلة الامكانيات الموجودة فالرواحل دائما ناقصة الامكانيات دائما ناقصة وما تفكرش انك في يوم اتلاع الامكانيات كلها متاحة لأ انت بتعمل في هذه الدنيا على ان الامكانيات دائما محدودة وقليلة ومضغوطة عليك ومتحاصر لكن انت دائما لازم تفكر في ازاي نستمر وازاي نعمل وكيف ننجح مش ازاي نوقف وازاي نفشل وفيش حاجة اسمها مفيش امكانيات انا مليش دعوة اقف بقى انا مليش دعوة هتولي اعمل لا مش هتولي اعمل انت تصرف تصرف منين تصرف بازاي تصرف فيما هو مشروع فكانت قالوا السفر الراحلة او الرحلة طويلة والمؤونة قليلة والرواحل اقل كذلك منها وكانوا يعانون من جذب مش كده بس كمان طب يمكن اننا وحنا مسافرين هنحمل شوية خضار ونحمل شوية اكل ونحمل معنا لا دي البلد فيها جذب يعني فيها جذب يعني فيها جذب الفقيرة فيها جذب مفيش امطار يعني مفيش زرع مفيش اكل يعني مفيش اكل يعني لو عندك حتى جمال تشيل الاكل انت معندكش اكل اصلا الجمال تشيل في جذب يعني انت متخيل الناس سافر ومعايش اكل ولو معاها اكل هيبقى قليل جدا يعني مطلوب انه هما يكلوا اكل قليل عشان يقدروا ما يستمروا في المسيرة الشقة اللي هما راحين يعملوها رغم الصعاب الكتيرة رغم العوائق الكتيرة لكن الاستمرار ام التوقف الاستمرار رغم كثرة العوائق لكن الاستمرار خيار استراتيجي وكانوا يعانون من جذب قلما اصاب او اصيبت جزيرة العرب بمثله فده بيخلينا ان احنا ما مكانت العقبات لابد ان تفكر كيف نستمر حينئذ اضطر النبي صلى الله عليه وسلم الى رد نفر كبير منهم عن الجهاد وحرمانهم من الاستشهاد لانهم لم يملكوا راحلة تحملهم فتولوا واعينهم تفيدوا من الدم هنا بقى الرسول عليه صلى الله عليه وسلم بيفكر في الحلول احنا لازم نمشي لازم نسافر لازم نحارب طب هنعملين ما عندناش رواحل والناس ما تقدرش تمشي لو مشهم ممكن يموتوا في السكة فاضطر الرسول عليه الصلاة والسلام رغم ان العدد بتاع المسلمين قليل العدد قليل لكن اضطر ان هو كمان يمنع الناس من الصفر يعني بيقال العدد وبيقلنهوش بيقلن بيقال العدد كمان يمنع الناس من الصفر يمنعهم لماذا لانهم ليس معهم راحلة ما عندهمش حاجة تحملهم ما عندهمش ركوبة والرسول عليه الصلاة والسلام ما عندهوش ركوبة تشيلهم طب هنعمل فيهم ايه؟ نقول لهم تعالوا ويمشوا على رجليهم لغاية ما يموتوا من ضرب الشمس لا مش ممكن طبعا فكان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حزين كان يردهم كان يردهم والناس دي كانت صادقة فعلا انها عايزة تخرج وتجاهد وتبذل وتعمل لكن مفيش امكاني فكانوا يبكون من شدة الحزن على فوات هذا الخير وهذا الطاعة وهنا ملمح موم جدا انك انت لما يفوتك الخير بتعمل ايه؟ هل بتبقى انت فرحان مبسوط عادي ما هممكن تبقى عادي بتقول خلاص خيرها في غيرها مش كده؟ وتختار علي نفسك بقى ايه؟ المبررات اللي تطمن نفسك وتريحك وتخليك تهدأ لا دول لما وجدوا منهم حوريموا ادركوا انهم حوريموا لما منعوا ادركوا انهم حوريموا المشكلة ان انت ساعات بتمنع وما تدركش انك بتحرم ساعات واحد يجي مسلا يقول لك ايه هناخد فلان وفلان وفلان ومش هناخد فلان واحد يقول خلاص بقى مش مشكلة المرة الجاية اخدها ببساطة طب انت ليه ما فكرتش من زاوية تانية انك انت تحرمت ان المنع ده وتحرمان بالنسبة لك وانك كان ممكن تخره وكان ممكن تنالي الشهادة وكان ممكن وكان ممكن لما فكرتش فانك انت محروم وما اختروا غيرك طب ليه ما اختركش لماذا لم يقع الاختيار عليك هتقول لي وربك يخلق ما يشاء واختار طب انت ليه ما اخترتش ليه ربنا ما اختركش ليه ربنا اختار غيرك وسيبك ده اكيد في مشكلة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا حلهم ولا على الذين اذا اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علي تولوا واعينهم تفيدوا من الدمع حزنا ان لا يجدوا ما ينفقهم حلهم ان هم رجعوا هم بيبكوا هم كانوا صادقين بيبكوا مش هم مخرجوش بس لأ لان هم شعر هم محرومين وليه احنا تحرمنا الموضوع ده هم لازم نفكروا فيه واحنا لازم نفكر فيه لما خير يفوتك بتشعر بانك انت محروم ولا بتشعر انه عادي وانه ما فيش مشكلة وانه والله انا كنت مشغول وكويس ان انا كنت هعتزر ما هو كل الكلام ده ممكن تقوله لكن شعور انه هو محروم شعور انه هو يعبر عن حرمانه بالبكاء اللي هو مش تمثيل لا ده بكاء حقيقي لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وصفه انه دوت بكاء حقيقي تولوا واعينهم تفيد اللي بيخترع البكاء ده دمعة دمعتين يعصر عينه وينزل نقطتين مية ماشي لكن تفيد دي اللي مش عارفه وقفه ما هو العين عين الماء لما تفيد حد عارفه وقفه لا لعين الانسان لما تفيد من الدمع هو ماشي عارفه وقفه ده الدمع الصادق فأعينهم تفيدوا من الدمع يعني حصنهم مستمر وبكاءهم مستمر على فوات هذا الخير العظيم جدا الشعور ده مهم جدا ان احنا لازم دايما نحس به ان احنا لما لا نوفق لعمل ازاي نشعر بان احنا محرومين لما لا توفق لتكبيرة الاحرام لما لا توفق لصيام اثنين او خميس لما لا توفق لقيام ليلة لا توفق لقرأ وردك لا توفق لصدق انفاق لا توفق لعمل دعوة ام بي لا توفق لازم تسأل نفسك يا ترى انا من المحرومين هل انا فعلا حاسس بحصرة تستحق البكاء وان عيني تفيد لا هل انا عيني هتفيد فعلا ولا انا ما عنديش دموع ما في ناس ما عنديش دموع وعاجب فيها ما عنداش دم ما اصلا ما عنديش دموع الاثنين ما مش موجودين ممكن فهل انا واحد من هؤلاء الذين ليس عندهم دموع تفيد خوفا على ان يكونوا من المحرومين او من المحجوزين ام لا فهؤلاء الله عز وجل وصف هذا الحال حلهم تخيل بقى ان هم تولوا وعينهم تفيدوا من الدم حزنا ان لا يجدوا ما ينفقون ساعات الواحد بيبقى يقول ايه فلوس مش مشكلة الفلوس مش مهمة لكن في لحظة بيحس ان الفلوس مهمة مش كده واحد يقول مش مشكلة يكون عندي جمل مش مشكلة يكون عندي عربية مش مشكلة انا بقى بروح بأي طريقة لكن في لحظة لما تكون هي فارقة وانك معاك ركوبة هتيجي معاكش ركوبة مش هتيجي تبقى مهمة ولا مش مهمة تبقى في الحالة دي تبقى ايه بتبقى مهمة عشكرا احنا مفيش مانع احنا نجمع اسباب الخير واسباب الانتصار واسباب التقدم انتفعنا بها دلوقتي انتفعنا ما انتفعناش اهي معنا هتنفعنا في اي وقت فهؤلاء مع ضعف امكانياتهم لكنهم كانوا حارسين على الخروج واتوا ولا على الذين اذا اتوك مش لما عارفوا انهم ما عندوش اعلم في البيت ما انت ممكن تقول انا ما عنديش هروح لي انا هروح لي في الصف ليه يعني هحرج نفسي لي مش كده ممكن تقول هحرج نفسي لي ممكن اخوه ما تاخدنيش لا ده هو ما يحطش احتمال انه هو ما ياخدوش ده هو رايح وهو متوقع انه يتقبل ولا على الذين اذا اتوك اتوك جولك جول غاية عندك لتحملهم حارسين على انك تحملهم متوقعين انك تحملهم انك رح تاخدهم معاك قلت لا اجد ما احملكم علي فجأة صدمة ما عنديش حاجة اشيركم عليها فيش ركوبة فيش مواصلة مش هقدر اخدكم معايا صدمة بالنسبة لهم صدمة ديت قدت على الى حزنهم الشريك جدا اللي ولد هذا البكاء الذي تنهمر يعني العيون بالدموع بسببه فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم على ان يردهم يرد نفر كبير منهم عن الجهاد وحرمانهم من الاستشهاد لانهم لا يملكون راحلة تحملهم فتولوا واعيونهم تفيدوا من الدمع عند ذلك صعد الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر مشكلة مشكلة اننا هرجع مين ولا مين ولا مين ولا مين المحتاج الناس احنا قلنا في الاول ان حاجاته الى المال لا تقل عن حاجاته للرجال فمحتاج الرجال ومحتاج المال المال ونقص المال اصبح عائقا وقد يحرم الناس من الخروج للعمل والخروج للجهاد فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ان يحرم مزيد من الناس من هذا الخير ولذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ركزوا فيها لان يسأل فيها عند ذلك صعد الرسول عليه الصلاة والسلام المنبر وحمد الله تعالى واثنى عليه بما هو اهله ثم تفق يحد المسلمين على البذل ويمنيهم بعظيم الاجر النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر حمد الله اثنى عليه بما هو اهله ثم تفق شرع يحد المسلمين على البذل ويمنيهم بالأجر يمنيهم بالأجر ايه بقى الفوائد اللي في الصفر ده ام تفضل المسجد مركز القياد تمام النبي عليه الصلاة والسلام ما خدهوش في غرفة عمليات باين له هو في المسجد مسجد فيه كل حاجة تفضل النصر يأتي من عند الله وبالله النصر يأتي من عند الله وبالله طب استشهادك ايه هنا ماشي السطر ده فين الاستشهاد نوحمد اللي أثنى على الله عز وجل بما هو اهله ماشي تفضل ايوان هنا بقول ايه ويمنيهم بعظيم الاجر يمنيهم بعظيم الاجر علشان تتحرك محتاج تعرف انت تتحرك ليه مش كده فبيان فضائل الاعمال مهم انك انت تحفز به الناس افعل ولك الجنة افعل ولك بيت في الجنة افعل ولك افعل ولك بيان الاجر بيحض ويحث الناس ويحردهم ويحفزهم للعمل والبذل والتحرك تمام ايه تن عند ذلك صعدا لرسول صلى الله عليه وسلم المنبر وحمد الله تعالى واثنى عليه بما هو اهله ثم طفق يحض الناس او المسلمين على البذل ويمنيهم بعظيم الاجر تفضل ايوان وجود القيادة وجود القيادة وشعورها بالازمة وجود القيادة وشعورها بالازمة هي القيادة غائبة ولا حضرة حضرة القيادة حضرة مش غيبة قيادة ميدانية قيادة فوسة الناس حضور القيادة عدم غيابها ومسكدة واستشعارها بالازمة فيه ازمة ناس بتمشي وهي بتبكي وانا محتاج للناس أنا مش معندي فائد لأ ده أنا محتاج للناس إيه هنحل المشكلة إزاي هنحل المشكلة إزاي يبقى هنا نقوله إيه نقائد بيبحث عن حلول المشاكل هو لما صعد المنبر ليه هيحض الناس على الإنفاق ليه عشان نجيب فلوس مشكلة عشان نجيب فلوس فلوس دي هتحل المشكلة ومشان تحل المشكلة هتحل المشكلة يبقى القائد يبحث عن حلول المشكلة طيب يبحث لوحده ولا صعد على المنبر وبيحض الناس اللي عنده حاجة يقولها اللي عنده حاجة يعملها علشان يشارك الناس في الأزمة يشارك الناس في المشكلة علشان الناس كلها تحل مع المشكلة مش حاجة اسمها نماني مش هو القائد هو الأصول يحللنا مشاكلنا مش كده هو بشر هيحللك مشاكلك ازاي هو معهوش عصى موسى عشان انحلك بها مشاكلك هو يفعل ما يؤمر به فيش امكانيات اللي أصول انك انت تشارك معايا في حال المشكلة فالرسول عليه الصلاة والسلام يرفع المشكلة إلى مستوى المجتمع فالناس تبقى حاسة بان فيه أزمة وان فيه مشكلة ولازم يتعاونوا في حل هذه المشكلة ثم انه يتابع الأزمة يقول وعند ذلك يعني لما لقى ان الناس بتيجي وترجع وتعيت وتبكي بيتابع المشكلة وبتبكي هو عارف من الأول ان المال قليل والناس قليلة عارف ان فيه مشكلة بس المشكلة بتتفاقم ولا بتقل بتتفاقم الناس بتيجي وترجع عندها أزمة نفسية وبتبكي تبكي دا عملت أزمة مجتمعية ان الله سفروا دول ماشي ربنا وفقهم تبقوا لقعدهم حزن وكآبة وإحباط انهم ما قعدهم هتعمل أزمة مجتمعية فالرسول عليه صنبي يتابع الأزمة خطوة بخطوة بيبحث عن الحلول صلى الله عليه وسلم يقول عند ذلك صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم تفق يحد المسلمين على البذلة أعزيني لاحظ أن في الآية ربنا سبحانه وتعالى قال ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه هنا النبي عسلم بيعمل بيستعرض المشكلة لا أجد ما أحملكم عليه بيستعرض المشكلة بقول ما عنديش فلوس ما عنديش القائد لازم يشرك مجتمعه في الأزمة اللي عنده وتخيل إحنا مثلا القادة السابقين في بلادنا لو أن هما بيشركوا المجتمع في أزماتهم مش كان المجتمع يقف جنبيهم ويحاول يسندهم ولكن لما نفضل نقول كل حاجة تمام كل حاجة تمام كل حاجة تمام وعدينه فاجئ بالإنهيار يبقى الشعب يقف جنبك ليه حشو لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يشعر المجتمع بالأزمة قال كلتو لا أجد وما أحملكم عليه فيش حاجة عندي هي دي الأزمة هي دي المشكلة حد يعرف يشارك في حلها فالقائد يوضح المعوقات ما ينفعش أن أنت تأخذ الناس أو تمشي من غير ما تقول الناس المعوقات اللي في الطريق إيه العقبات اللي في السكة إيه لازم تشرح للناس المعوقات اللي في الطريق فالقائد بيشرح قال قلتو لا أجد ما أحملكم علي هي دي المشكلة اللي عندي إن ما عنديش حاجة أحملكم عليها ثم إنه صلى الله عليه وسلم بيبين حقيقة المشكلة إن حقيقة المشكلة إنت الفلوس بتحديد ما فيش يعني ساعات يبقى واحد يقول لك أنا عندي مشكلة تقول له طب إيه مشكلتك يفضل يحكي حدوتك كبيرة قوي يا عم إيه مشكلتك ما تدرش توصل لحاجة لكن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لخص المشكلة قلتو لا أجد ما أحملكم علي قلتو لا أجد ما أحملكم علي خلاص لا أجد ما أحملكم علي مشكلة عندي مش لاقي بعير أركبكو علي فيش فلوس استعراض المشكلة مهمة جدا طيب النبي عليه الصلاة والسلام نظر للصفوف الطويلة دي اللي كلها عايزة تركب ومش لقيا ركوبة فقال من يجهز هؤلاء يغفر الله له ده النبي حسن بيستخدم إيه كده أساليب الترغيب أساليب التحفيز بيقولهم من يجهز هؤلاء طابور ناس كتير جدا هيرجعهم ناس دي هيرجعهم فقال من يجهز هؤلاء ويغفر الله له إيه رأيكم لو حد معه فلوس هيبخل بقوله ويغفر الله له يعني ربنا يغفر لك ده النبي عسن بيوعدك في أكتر من كده وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لما يقولك يغفر الله لك يبقى ربنا يغفر لك خلاص منتهية حد ممكن يكون معاه فلوس وما طلعهاش عشان كده ما تستغربش لما تلاقي واحد جايب الفرشة بتاعته الفرشة بتاعته ديت ممكن تكون مرتبة ليف ولففها وجايبها وحاططها بيتصدق بيان ما تستغربش لما تجد المرأة بتخلع حليها وتمجاها حطها مش لابسة غير حلق في ودنها سلسلة في رقابتها غويشة في قديها تخلع تخلع وتجي تحطها هي دي اللي مفيش هي ديت تخيل ان ديت النفقات اللي بيعملوها لما واحد خلاص وصلت الحالة بي انه يجيب الفرشة اللي نعم عليها يا اخوانا مش سرير مش سرير أمه لإيه فرشة فرشة يعني حاجة كده هوت مرتبة محشية ليف بس مش سرير مش قريب نوم قبل كار اطلاقا ده سري لا حتة ليفة صغيرة جابها وبيحطها ده هينام علي ايه ولا حاجة خلاص هذا لا يملك شيء ده بقى على الأرض زي الناس اللي يقولك بقى على البلاطة ده بقى مفيش بلاطة أصلا لأن بيوت مش من بلاطة فيش بلاطة ده بقى على التراب ده لمس أرضي ده بعد ما طلع البتاعة اللي كان بينام عليها دي لمس أرضي خلاص يعني ما عندوش حاجة ايه رايك في النفقات دي بعدها تقدر تقول لا 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 أنا مايش بقى صغير عشر جيني هتطلع عشر جيني ازاي لسه تفضحني يا عم تطلع اي حاجة جيني نص جيني ربع جيني انفق انفق فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يجهز هؤلاء ويغفر الله له طبعا لازم أصحاب الأموال الصادقين المخلصين يتحركوا فوقف عثمان بن عفان وقال علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله عصبا بن عفان قال علي مئة بعير يعني كده على الأقل فيه كم واحد راح يركبهم لأ متين هو بعير يركبه واحد ده الرسول عليه استصم كان ركب بعير واحد بيبدل عليه تلاتة تلاتة كانوا بيبدلوا على البعير مش واحد هو خلاص راح يركب واحد ناس يجيب له مكيف عليه لأ ده هو البعير ده هركبه تلاتة هركبه اربعة فالمية دول هركب عليهم متين تلتمية قال علي مئة بعير مش مئة بعير حاف لأ قال له بأحلاسها وأقتابها الحلس اللي هو اللي فوق ظهر البعير مباشرة الجلد اللي بتحط في قدار البعير وأقتابها يعني الحمولة اللي عليها أكل شرب فلوس أي حاج بل عليها بل عليها يعني ده مش هيحمله انه يشتري أكل جايبها له مليانة جايبها له مليانة بأحلاسها وأقتابها مئة بعير هو البعير يعمل كامل النهاردة الجمل يعني الجمل يعمل كامل النهاردة ألف جني ليه أنت بشير معزة يقول لك جمل يا راجل بقول لك جمل تقولي ألف جني ده أنت شكلك ملاكش في المعيز خالص تقولي يا راجل ده أنت كده كسفتنا جمل جمل عارف الجمل أنت عارف شكل الجمل ممكن تكون مش عارف شكل الجمل كلي متكلم على أرنب معيز البعير البعير يعني الجمل البعير يعني الجمل والجمل اللي هو أبو رأبة طويلة مش معقول البعير ده الجمل ده يعمله بتع 10 تنف جنيه البقرة البقرة بتعمل 7-8 عشرة بقرة بتوصل لعشرة وتعدي الجمل من 7 لعشرة الجمل بقى الراحلة اللي بيشيره يسافر ده حاجة متينة مش عنده بقى هشاشة عظام وماشي يتطوح لا ده جمل بجد ما يقلش عن 10-12 قول 10 تنف 10 تنف يعني هو 100 بعير حط جنبين في 10 تنف يعني دول مليون حتى واحدة ده احنا ما حسبناش اللي فويها ما حسبناش الأكل والشرب والهدوم والملابس والسلاح واللي ما تحسبش ده تمن الجمال بس مليون حتى واحدة قال علي مئة بعير بأحلاسها وأقطع بها فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنبر درجة عزين نحلل بقى نقطة قال علي مية فالنبي عليه وسلم نزل درجة من عن ممبر أسمح كثير قوي فضل دخل قلبه الطمأنينة تمام عزين كمال ينزل فضل قديك جزلة تقريبا يعني المنبر أربع درجات المنبر أربع درجات أنا أول ما أسمح المنبر أربع درجات أهو المنبر ثلاث درجات المنبر الرسول عليه صحيح كان ثلاث درجات لا ده الدهار ده فاصل المنبر ثلاث درجات فلما ينزل درجة يبقى وكأن طولة المشكلة طولة المشكلة تحل لكن طولة المشكلة تحل أخذ بالك طولة المشكلة اي تان تمام طولة المشكلة الحال اي تان ايوا لسه في بقيت درجتين لسه في درجتين بس خذ بالك لما دعم ما ليجيبه دعم ما ليجيبه دعم ما ليجيبه ورسول الله ما نزلش ما نزلش لما عثمان رضي الله عنه حط الحط بتاعته نزل درجة معنى كده ان هو ان انفاق تئيل ولا مش دييل تئيل تئيل يستحق ان النبس ينزل له درجة اعظاما واجلالا وتقديرا لبذل عثمان رضي الله عنه ينزل درجة من العدم منبر تخيل النبي عليه سلام بينزل درجة لعثمان رضي الله عنه تعكس ايه نفسيا دي تعكس في نفسية عثمان لما كل الناس تفضل تنفق 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 والنبي عثمان مينزل ولما عثمان يوم جاي مطلع مئة بعير بأحلاسها وأقطع بها النبي عليه سلام ينزل درجة من العدم دي ايضا بتحسسك باستعمال لغة الجسد مش كده هو هذا مش عمل ايحاء وعمل انعكاس النزول ده مش كان له معنى اذا استخدام جسمك في حركتك تنزل تطلع تقول لأثر في التأثير على ايه على الناس فنزل النبي عليه سلام درجة وكأن المشكلة تقريبا تلتها بدأ يتحل تقريبا تلت المشكلة بدأ يتحل فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم من على المنبري درجة يعني وكي انه خير ولكن ايه ما زال المشكلة قائمة وزي ما قلنا ان الميت بعير دول هيحلون على الاقل ازمة ربعمائة واحد او تلت الميت واحد الميت بعير دول هيحلون ازمة ربعمائة تلت الميت واحد فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة من المنبر غير انه وقف يحض الناس ايضا مرة اخرى على البذل من جديد من جديد فنهض عثمان ابن عفان ثانية فنهض عثمان ثانية مرة تانية مرة تانية يعني ما اكتفاش ايا النازلة ديت ما اتطمعهش لما النبي عصام ينزله درجة ما اتطمعهش ها لازم تطمعه لازم تخليه هو كده حس انه عمل انجاز درجة نزل درجة رسوله عصام فهم انه جزء وجزء كبير من مشكلة حل طب لما النبي عليه يقول تاني هل هيقول خلاص انا عملت اللي عليه طلط المشكلة يا راجل طلط المشكلة الحل ولا كلام النبي عليه يطلع تاني مرة تانية ويناجي تاني في الناس ويحضهم على الانفاق يبقى مازالة المشكلة جزء كبير منها مازالة قائما فقام ثانية رضي الله عنه بيكرر ايه هو كده عثمان لما يقوم مرة تانية بيكرر ايه بيكرر البزل بيكرر الانفاق من جديد ايه لي خلي عثمان يقوم تاني ما كفية اول مرة هم ميت بعير شوية هم تلتميت نفر لما يركبهم ويكلهم ويهياسهم شوية استجابة ايه تاني استجابة ما ينفعش رسول العسام يناجي وانا اقول لأ او اسكت او ما تحركش ما ينفعش لما الرسول العسام يقول يبقى لازم يكون في استجابة باي درجة بانك انت تجيب الغطة اللي انت بسغطة بي تجيب المرتبة اللي بيتنام عليها اي حاجة واحدة تقلع حلقها وواحد ييجي يقول خدوني بيعوني ويشتروا بتمل اي حاجة عملوها في الجهاد بص لما النابسام ينادي لازم نلب النداء فعثمان بيلبي بس ايه تاني ايه لي خليهم مرة تانية فضل ايه صدق الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى فهو حس ان انزول درجة دي مش شوية ولكن لسه ما خدش وعد رسمي مش ايه مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يجهز هؤلاء وافروا الله ولا بس هو كده عصمه ما جزهمش كلهم دي ادوك حبة صغيرين منهم فلسه ما خدش دي لسه ما خدهاش عايز يوصل لحاجة ايه لي خليه مع النداء الثاني يقومه ثانية ما اكتفاش بعمله حاس ان هو ممكن يفزل تاني ما استكسرش عمله مالشان عملت كتير ايه تاني ايه ايجاد الحلول مع القائد عايز يحاول يحل المشكلة تاني ايه عايز 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 يساعد المسلمين اكتر كان معروف انه هو حريص على انه هو يكشف كربات المسلمين ويزيل همومهم وغمومهم وفرج عن 300 واحد عايز يزود ايه تاني ها شعوره بالازمة انه لو مش حاس ان الازمة فعلا مازالت موجودة كان هيقومه مرة تانية لا لما لقى النبي عليه الصسم قام وبيقول تاني تصدقه يبقى ادرك ان الازمة مازالت ايه مازالت مستمرة فهنا شعر عثمان رضي الله عنه بالازمة مستمرة انها مازالت موجودة شعوره بالمسئولية ان حل الازمة دي مش مسئولية القائد فقط لا انا عندي اموال انا اصبحت جزء من حل المشكلة مين يقدر يحسب نفسه يقول انا عندي فلوس انا جزء من حل المشكلة ما يقولش انا عملت اللي عليا انا زكاة طلعتها صدقاتي طلعت على قدي خلاص مش عايز طلعتين ماشي وخلاص عند ربنا كويس خلاص لكن هو بينه وبين نفسه بقى هل حاسس ان معاناة المسلمين دي مسئوليته هم المسلمين ده همه وعايز يفرجه وعايز يزيله وعايز يخففه ولذلك بنقوله شعوره هو بالمسئولية رضي الله عنه شعوره بحجم الازمة انه ما قالش للرسول عليه الصلاة والسلام انا صدقت بكتير ما نحلش المشكلة ما هو ممكن انت تنفك وعدين تيجي تحس انك انفقت كتير تقوله يعني الفلوس اللي دفعتها دي كلها ما تجيبش تمن المكت مش كده حاس ان انت دفعت كتير قوي لا هو ما بيسألش كده هو أدرك ان لما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويحث الناس مرة تانية على الانفاق يبقى المشكلة مازالت قائمة ولا خلو ست لا المشكلة مازالت قائمة ولذلك بنقوله شعوره هو بحجم المشكلة فلما النبي عليه الصلاة والسلام اخذ اي حض الناس ثانية من جديد فنهض عثمان رضي الله عنه وقال علي مئة بعير اخرى باحلاسها واقطع بها يا رسول الله علي مية تانية مية مش خمسة عشر خمسة عشر المرة اونية بمية تانية تبع عشر لا علي مية باحلاسها باحلاسها واقطع بها يا رسول الله فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرورا ونزل عن المنبري درجة تهلل سرورا رد الفعل ايه كده انه يصلم حاسس المشكلة بيحصل فيها ايه بتتحل دي خلاص وكأن صغرة صغرة سدت الغار مع اول واحد اتحركت سنة مع تاني واحد شافوا الضوء لكنهم لا يستطيعون الخروج لسه زق تلتة عشان نخرج من الازمة اللي احنا فيها لسه زق تلتة فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم تهلل يعني وجهه كان قبل كده يعمل ايه كان حزين كان حزين ما ولما يتهلل يبقى قبل كده ما كانش متهلل صح فهو كان حزين كان مهموم كان مكروب ولذلك لما ينادي الناس كلها لازم تتفاعل الرسول عليه الصلاة والسلام باين على وشه وعلى جسمه باين عليه انه هو في ازمة مش بيفتعل فالناس حسة بالازمة انتقل شعوره الى شعور الناس لما واضح الازمة عليك لما تقوى واضح عليك الاخرين بيتأثروا بيها يعني ما انت تكون حزين حزين بجد اللي حواليك هيكونوا فرحانين ولا يكونوا برضو حزنين زيك هيحزنوا زيك فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان حزين جدا وكان مكروب وكان مهموم لكن لما عثمان رضي الله عنه تصدق بالمية التانية فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرورا مسرور تنتني المشكلة حال ونزل درجة من المنبر درجة تانية زي ما قلنا ان النزول ده برضو تقدير واجلال لقدره ومكانة عثمان وانفاقه رضي الله عنه وبيعكس ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ان المشكلة بدأت تتحل بدرجة كبيرة هم المية دول المفترض يشيروا كان بني آدم 300-400 يبقى كده في 600 من اللي كانوا بيبكوا مش رح يبكوا هيركبهم تفتكر اللي كان بيبكي ولا أحاجة يركبها ده هيعمل ايه ده هيتلم الفرح ده كان محروم وكان برا وكان بيبكي وربنا سبحانه وتعالى أنقذوا لبلوا بعير يركبوا قدي ايه الفرحة اللي هكون فيه عشان كده ما تستغربش ان احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم احب الاعمال سرور تدخله على مسلم فيه اعظم من السرور ده انك تكون بتبكي من شدة الحزن تولوا واعينهم تفيدوا من الدمع حزنا قال لا يجدوا ما ينفقوا ده الحزنة فعلا حزنة فعلا ولما يجد ما يركبه اكيد ده رح يفرح قال ده السرور دخل على قلبه مين رح ياخد اجره عثمان رضي الله عنه يتاجر مع الله مش ميت بعيره بس مش ميت بعيره بس مش مليون بس مش مليون جني بس لا ده كام واحد السرور دخل في قلبه كام واحد كتير خفف معاناة كام واحد ساعد تجهيس الجيش بكام واحد كتير رضي الله عنهم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر درجة ثم ما لبث ان وقف وجعل يحض الناس على البذل كرة اخرى مرة تلتة فنهض عثمان ابن عفان ثالثة لتالت مرة واضح ان الناس كانت جابت اخرها يعني خلاص محدش بيقوم محدش بيقوم الناس كلها طلعت اللي عندها مع اول نداء وما كانش مكفي والنبي عليه الصلاة والسلام ما نزلش درجة لكن مع تاني نداء او مع مع بذل عثمان النبي عليه الصلاة والسلام نزل درجة مع تاني نداء وبذل عثمان النبي عليه الصلاة والسلام تهلل تهلل وجهه ونزل الدرجة التانية طيب مع النداء التالت واضح ان الناس كانت خلاص 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 ما حالش عنده حاجة لنفقة في جغر عثمان اللقام فقام عثمان رضي الله عنهم وزي ما قلنا نفس الكلام برضو لما يقوم عثمان تالت مرة شعوره بالمسؤولية مازال قائم عارف حجم المشكلة مازال مستمر تجديد الاستجابة مع سرعة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم تكرار البذل بيستمر في بذله وكيف لا يبالي بنداء النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يسيب النفس وينادي وما يردش او ازاي يسيب وينادي وما يلبيش ما يتجاوبش ما ينفعش وهو معاه ما ينفعش حينها قال عثمان علي مئة بعير اخرى باحلاسها واقتى بها يا رسول الله تلتمية قال له علي التلتاني عند ذلك اخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يشير بيديه الكريمة رضا عما صنع عثمان ابن عفان ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم خلاص عثمان وفى وجبت بقولوا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني خلاص عثمان وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل مستقبلا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم طبعا احنا بنقوله هنا ان هو مية في مية لا دي فيه روايات بتقول اكتر كمان من مية يعني هنا بيقوله ما كاد عثمان يسمع بنداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة ومعه تسعمائة واربعين بعيرا وستين فرصا تسعمائة واربعين يعني خلاصة ومجمل اللي طلعهم عثمان في تابوك تسعمائة واربعين بعير وستين فرص تسعمائة واربعين بعير بقى احلسهم بقى اقطبهم بالحمول اللي عليهم طب تسعمائة واربعين بعير يعملونا كام بقى احنا قلنا البعير الواحد بالميت بعشر تلاف بالميت بعشر تلاف بتسعمائة واربعين فعشر تلاف 9 مليون 9 مليون 9 مليون وشوات كسور 9 مليون و40 ألف 9 مليون حط 4 تصفر مع السفر يبقى 9 مليون 9 مليون طب مش يمكن كفاية كده و60 فرص 60 فرص يعني 60 حصان الفرص بكام فرص ب5000 ليه بشير خروف برضو لا ده انت واضح ان انت طيب ماشي قالك بيهز يا بيهز قول يعملوا 10 تلاف ده فرص والفرص ده يمكن اغلى كمان من الجمل اغلى لان ده فرص يعني مضرب على القتال ده مش اي فرص 60 فرص بعشرة تاف يعني 60 يعني كام 600 الف يعني 600 الف يعني نص مليون وحب 9 مليون 9 مليون اكتر من 10 مليون دول يعملوا بتاع 11 مليون تمام كفاية عثمان كده كفاية قاله ما در ده من غير الاقتاب من غير الاحلاس من غير الحمولة من غير الحمولة يعني دول كده على بالمية الكم بقير دول والكم فرص دول يعملوا لهم بتاع 10-11 مليون 11 مليون لا خليهم خليهم 10 مليون خليهم 10 مليون بالميت معنا انت تار بقى صموك بقى فروس الدين 10 مليون دول ايه 10 مليون دول في حتة ومش كده وبس بيقولك ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كاد ينزل عم مباري حتى انطلق عثمان ابن عفان الى بيته هو اللي قاله ده نفزه في الحل قال علي مية بعير جرهم وجابهم ولا مجوش لسه مجوش مش ما يجوش كلها وعود ما انت ممكن تقول هجبلك وحليني بقى من بل ما جبلك ها ممكن الغازة تخلص قبل ما الحاجة اللي انت وعدت بها تيجي لا ده بمجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام انتهى انطلق عثمان الى بيته عشان يوفي بالوعود وبعث اليه مع النوق مع الابل عشر الف دينار طبعا في رواية وهي الاصح عشرة الاف دينار عشرة الاف دينار مع النوق يبقى بعت الجمال وبعت معها عشرة الاف دينار الدينار ذهب والديرها مفضل الدينار بيعمل اربعة جرام وربع ذهب اعيار اربعة وعشرين ذهب خالص يبقى اربعة جرام وربع اربعة جرام وربع طيب جرام الدهب بكم اسعار معنا اسعار جدنا الاسعار تقلق جرام الدهب ده جرام الدهب النهارده بانتين اربعة وسبعين جنيه ده اربعة وشرين اربعة وسبعين جنيه يعني الدينار هيعمل الف مية اربعة وستين جنيه ونص الدينار الواحد الدينار الواحد هيعمل الف مية اربعة وستين جنيه طب لما يبقى تصدق بعشرة الاف دينار يبقى 11.645.000 غير 15 أولانية لا ده بعتهم مع بعضهم بقى ده بعت النوق وبعت معهم 10.000 دينار فكة دول صبهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد كده جاب الدنانير الدنيل دي دهب بصور كده قد الجيني بتاعنا بس بقى فين الدنار وفين الجيني الدنار بيعمل 1164 جيني معنو قد بعض معنو قد بعض ده قد ده لكن ده بيعمل 1164 من ده اللي هو بتاعنا بتاعنا مش عايم ده عايم ومتدلع مش جيني عايم ده جيني عايم ومتدلع المهم بعت مع الجمال المبلغ تخيل كده المبلغ يا بعت الجمال دي ومعها 11.5.000 11.645.000 ماهي المبلغ ده المبلغ ده المبلغ الفكة ده الدنانير دي دي صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد صبها صبكبها خلي فلوس كده سايحة قدام النبي فلوس دنانير متخيل المشهد فلما صب الدنانير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقلبها بيده الطاهرتين صلى الله عليه وسلم ظهرا لبط يعني ياخذ فلوس كده ويدلقها كده ياخذ فلوس ويدلقها كده فلوس كدير ده ما كانش يلاقيه خالص خالص مافيش بقى يكبش الفلوس كده ويقلب الفلوس يكبش ويقلب الفلوس كده ظهرا لبطن وبطنا لظهر وهو يقول غفر الله لك يا عثمان غفر الله لك يا عثمان مش كده بس بص ما أصررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة بص غفر الله لك يا عثمان ما أصررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة يبقى النبي عليه السلام تخيل حجم الفرح اللي يخلي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له غفر الله لك يا عثمان ما أصررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة يبقى النبي عليه السلام كان في كرب بشكله إيه وعثمان عمل في الكرب ده إيه عشان بس تدرك حجم الأزمة النفسية اللي كان بيعانيها النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة ضق ذات اليد وعدم القدرة على الإنفاق قال غفر الله لك يا عثمان ما أصررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام بيقدر قيمة البذل لما واحد يبذي البذل زي يده محتاجه دعوة ولا مش محتاج دعوة محتاج مكافأة ولا مش محتاج مكافأة أعظم مكافأة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد بغفران الذنب إن ربنا يغفر له ما كان منه رضي الله عنهم قال غفر الله لك يا عثمان ما أصررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة عثمان لم يتوقف بذله عند هذا فقط ولكن المسلمين بعد ما طبعا عثمان كده عثمان كده أطلق عليه إنه هو من جهز جيش العسرة الجيش عسرة ده جيش غزو التبوك مين اللي جاهز جيش العسرة ده عثمان رضي الله عنه وما تنساش إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأول من يجاهز هؤلاء ويغفر الله له كده مين اللي فاز بيها عثمان رضي الله عنهم جهز جيش العسرة اشترك جنة بس ده واختبالك كم مليون ده هو حاشس إن الملايين دي كلها ملاش لازمة بس هو بيستخدمها في نشتري جنة ينفق الأموال ينفق الأموال ملايين بينفق ملايين رضي الله عنهم الفلوس في إيده ومش في قلبه فلوس مش متخزنها في قلبه لا ده هو بيأخذها وينفقها لا وشوف لما يجي وصبها في إيد النبي في حجر الرسول صلى الله عليه يعني بيزيل همه شوف لما أحب الأعمال سرور تدخله على مسلم وما لما سرور تدخله على النبي دي حاجة تانية أظن حاجة تانية خالص تانية خالص لما تكون أنت سبب في سرور النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعركة واو خلاص في سورة بزل جديدة طبعا المسلمين هم ماشيين في السفر الطويل ده برضو في نفس الموضوع عطشوا عايزين يشربهم سافروا بقوا ناس كتير جدا عايزين يشربهم فكان فيه بير اسمه بير روما بئر روما بئر روما كان لا يشرب منه أحد إلا بثمن حاجة يشرب منه أحد إلا يدفع كأنه بيشتري مية معدنية لازم يدفع القربة بمد القربة بمد يعني يمليلك قارورة صغيرة كده مية بمد بمد تمر بمد شعير بمد أمح بمد أي حاجة أمهم يدفع يدفع طعام خد مية ماشي يعني الأكل مقابل المية يدفع طعام خد مية فكان بمية كانت لرجل من بني غفار كان له عين عين ديات اسمها إيه روما كانت لرجل من بني غفار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها تبيعها بعين في الجنة تبيعها بعين في الجنة العين دي هتنشف هتبوز هتغور أصلاً أي مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تبيعها بعين في الجنة تاخد بدلها عين في الجنة فقال يا رسول الله ليس لي ولعيالي غيرها دي مصدر داخلي باكل ماشرب منها بيملى القرورة بمد بيأكل عياله من المد ده طب هعمل إيه أنا لما مقدرش أتصدق وعاديل أشحت هو بيقول كده هو شايف كده بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عين في الجنة عين في الجنة فقال يا رسول الله ليس لي ولعيالي غيرها فلما بلغ ذلك عثمان اشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم اشتراها من الراجل خمسة وثلاثين ألف درهم رصهم له ده هو ماشي في السك ده عثمان ماشي في السك خمسة وثلاثين ألف درهم أم جاي لأسوسهم الراجل كده ندخل برضو في سعر الدرهم ده ماشي في جيبه خمسة وثلاثين ألف درهم ماشي معه بنك هو عارف بقى اصل هو خلاص ارى المشهد ان جيش جيش عسرة ممكن يحتاج اي حاجة في اي وقت هيعمل ايه هيحول على بنك دبي مفيش ويطلع الفيزا كارت ويحط في الصحر عراملة كده يقاشر عراملة تسرف الفلوس مفيش الدرهم بيساوي 3 جرام فضة الدرهم احنا ملكنا مع الدرهم مش الدينار الدرهم 3 جرام فضة الفضة الخالصة الخالصة مش المشوبة الفضة الخالصة بتعمل 3 جنيه و73 قرش سعر الجرام 3 جنيه و73 قرش سعر اليوم 3 جنيه و73 قرش يعني الدرهم بيعمل 11 جنيه و19 قرش اوه 11 جنيه الدرهم بيعمل 11 جنيه طب 35 ألف درهم اضرب بقى 39 ألف في 11 جنيه و19 قرش يديك 39 ألف 650 جنيه 39 ألف 650 جنيه ده بس ايه اشترى البير وهو ماشي في السكة فلما بلغ ذلك عثمان اشتراها بـ 35 ألف درهم ثم اتى النبي اشتراها هو سمع الكلام دوات سمع النبي عرض العين بعين في الجنة وعرف ان الراجل قال له عيالي وفلوس ومفيش فهم سمع القصة فراح من وراء النبي عليه السلام كده راح اشتراها وامجال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اتجعل لي فيها ما جعلت له اتجعل لي فيها ما جعلت له هو اجعله ايه قال له تاخدها بعين في الجنة الراجل قال له لا هو ما قالوش لأ قالوا عيالي ومش عيالي يعني في الاخر ما وفقش على الصفقة فعثمان هنا لسه بفوض بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم تجعل لي فيها ما جعلت له اخدها بعين في الجنة اخدها بعين في الجنة قال له نعم فقال عثمان جعلتها للمسلمين تصدق بها المسلمين عين في الجنة وهو ماشي كده عين في الجنة رضي الله عنه في رواية اخرى ان نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى بئر روما وكانت لرجل من مزينة يسقي عليها باجر يعني ليشرب ياخذ منه فلوس فقال النبي عليه الصلاة نعم الصدقة او نعم صدقة المسلم هذه من رجل يبتعها من المزني فيتصدق بها مين من رجل مين يعمل كده فاشتراها عثمان باربعمائة دينار ربعمائة دينار اشتراها بربعمائة دينار هي ما تفريش2 لأن الربعمائة دينار ده بيعملوا surface بيعاملهم ربعمائة خمسة وستين الف وثمانمية ال الخمسة وثلاثين الف دي رهم بيعاملهم تسعة وثلاثين الف ستمية واربعين 300 هي 391 الدرهم 391 والدينار بربعمية 565 يعني الفرق منهم بسيط مش كتير يعني 35000 درهم في 11 جنيه 19 قرش بيعملهم 391 1650 391 1650 الربعمية دينار بيعملهم 465 1800 جنيه فاشتراها عثمان بأربعمائة دينار فتصدق بها فلما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عثمان اشتراها وتصدق بها لما نفسهم عد عليها قالولوا أن سيدنا عثمان اشتراها وتصدق بها فقال اللهم أوجب له الجنة اللهم أوجب له الجنة وبعد كده يقتلوا حسبنا الله نعمل وكيد فقال اللهم أوجب له الجنة ودعا بدلو من مائها فشرب منه صلى الله عليه وسلم هاتوا جردل منها هم جردل ميا وهم جعين النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء هذه البئر فشرب من مائها صلى الله عليه وسلم أيضا عثمان كان له سورة أخرى من البزل فكان النبي عليه الصلاة في المدينة مسجد كان صغير فأراض أنه يوسع مسجد شوية فكان فيه حتة أرض جنب المسجد مش بقى قال لك دي أرض حكومة ويفرد وخل اللي أنت عايزه لا أرض بتاعة البناء أدمين نشتريها من البناء أدمين خلاص مفيش عقود وضع يد وضع يد وضع رجل طالما فيه ناس قاعدة فيها خلاص تبقى دين بتاعتهم مفيش مشكلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يشتريها فقال من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة مين يشتري حتة أرض فلان دي ويحطها في المسجد تبقى أفضل في الجنة إن شاء الله في الجنة قال فاشتراها عثمان من صلب مالي يعني ميش من الأرباح اشتريها منين من صلب المال من ررس المالي الأصلي بقى يعني واضح أن سيدنا عثمان iye دخل على ررس المال الأصلي كل ده كان بيصحب من الأرباح بس هو كده دخل على ررس المالي الأصلي فبيصحب منه برضو مالش لها دي هتقلل وهتخسرو لا لا مافيش مش مشكلة عنده ثقة أن كل ده هيرجع تاني ولا مشひيرجع كل ده هيرجع فاشتراها عثمان من صلب ماله بـ 25 ألف درهم 25 ألف يصلا منفتر الأرض الخيصة بس بقى صاحبها لما لقى أننا محتاجينها وأننا سنشتري ولازم ندفع قاعد يتمطع فيها قال لك نحن 25 ألف درهم 20 ألف درهم فاشتراها 25 ألف درهم التي تعمل دلوقتي 279 ألف 750 جنيه يعني ربع مليون جنيه تقريبا وشوية كمان ربع مليون جنيه ووسع على المسلمين رضي الله عنه وسع المسجد وسع المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه طب هو سيدنا عثمان كده بنى في المسجد هو بنى في أني ومسجد المسجد النبوي المسجد النبوي يعني ثاني الحرمين المسجد النبوي سيدنا عثمان بيوسع مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مش أي مسجد تبدأس كان أي مسجد ربنا عز وجل يخلف عليك ببيت في الجنة أوسع منه ما بالك بقى لو وسعت بيت مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه وقال أيضا من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة مفحص قطاه ده يطير ومفحص قطاه يعني عش عصفور عش عصفور لواحد بنى مسجد صغير يعني هو عايزه لنا صغير مين هنصنف عش عصفور يعني مفيش النبس هو عايزه لنا صغير بس بنى مسجد الناس محتاجه وليس محتاجه محتاجه ميجيش مثلا هنا في مسجد فلو عمرة جدا في وشنا بتتبنى يوم جايين عمليين مسجد مش ياخدوا بقى الحديد أرخص شوية ورملة أرخص شوية وياخدوا خصمه مش في خصماته اللي تلغت تلغت خلاص المهم زمان كانوا يبني تحت بيته مسجد كانوا بيعملوا ايه ينقصوا سعر الحديد مش كده زمان كانوا يقصوا سعر الحديد يعملوا له يعني تخفضات عشان هو بيبني مسجد فالناس بقى تبص دقائي عشان كده ظاهرة الزوايا الكتير اللي عندنا ليه يعني ليه طبعا ان شاء الله الناس تكونوا وايها كويسة بس هو في الآخر لما بيبني مسجد تحت البيت بياخد خصم على سعر الحديد اللي هو بياخده وعلى المقونة اللي هو بيشتري يعني كان بيشتري أسمنت أو حديد فبياخد مقينهم خصم بنسبة فالناس كترت الزوايا هنا بقى بنقولوا نحن لو مسجد محتاجينه ما فيش مكان ما فيش مسجد في المكان ده والراجل بنى مسجد يصجر فيه الله تبارك وتعالى بنى الله له بيتا في الجنة حتى لو كان صغير بهذه الدرجة من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه أوسع من المسجد الذي بناه في الدنيا إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت له أيدي بغضاء كثيرة جدا ولم يتوقف بذل عثمان دي بس دي صور بسيطة من بذله في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فهو له في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام صور بذل كثيرة جدا ولكن دي من الصور الرائعة التي تستحق أن نقف عندها عثمان رضي الله عنه لم يتوقف بذله في خلافة أوبكر صديق لم يتوقف بذل مش بقى نقوله انه هو عشان مش مسؤول ما يصرفش ما ينفقش هو عشان الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ما ينفقش ما يبزلش لا بذل عثمان مستمر حتى في خلافة أبقر الصديق رضي الله عنه خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه حتى في خلافته هو كان بينفق من ماله الخاص رضي الله عنه كما سنرى إن شاء الله نكتفي بإذن الله بهذا القدر نستكمل الأسبوع القادم بإذن الله سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين